موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء عبر قناة ريمان وإراعة البشائر وأهلا بكم إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة هذه المحطة التي نتوقف بها عند أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية والشرعية ومعنا في الستوديو ومع كل الترحيب سمحت الشيخ زهير قصان أهلا بكم مولانا الكريم أهلا بكم وإن شاء الله نحن وياكم نحن يكون بخدمة المستمعين اليوم للإجابة على ما لديهم من أسئلة وأستفسارات إذن نبدأ وبطبيعة الحال نذكر بأرقام الهاتف نحن إن شاء الله معكم مباشرة على الهواء على 01-853-804-806 لرقم الهاتف الأرضي وأيضا على رقم الواتساب 76-64-94-199 للرسائل النصية حصرا ولو سمحته نأكد على هذه الفكرة نبدأ مع المسألة الأولى المرسلة إلينا مولانا يقول أسأل عن طعام أهل الجنة هل هو كتناول طعام أهل الدنيا في سورة الواقعة يتحدث الله عن طعام ولحم وفاكهة أرجو التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هذا ما حدثنا به الله هو لحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولبن وعسل وما إلى ذلك هل هو نفس الطبيعة هل فيه عناصر أخرى أطيب أطيب طبيعة هو ألذ وأطيب بلا إشكال ولكن هذا هو الطعام الطعام هو الطعام والشراب هو الشراب نعم نعم طيب نذهب إلى السؤال واستفسار آخر يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله صعد إلى السماء في الإسراء والمعراج ونزل مرتنا ثانية إلى الأرض هل أنحنا إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون لدينا وقفة مع المبعث النبوي الشريف ومحطة الإسراء والمعراج بس من يحاكي ناخد فكرة من جديد والمستمعين ياخدوا لمحا أيضا يعني هل مسألة الإسراء هذه واضحة مما لا إشكال فيه وحدث عنها القرآن الكريم نعم بقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خوله وهو عملية الانتقال وسميت إسراء لأنه أسري به ليلا وانطلق ليلا وعاد في اليوم التالي وموضوع المعراج ورد عدة من الروايات في مصادر المسلمين سنة وشيعة أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه إلى السماء وأراه بعض العوالم أو ما إلى ذلك هذا ما بين أيدينا من روايات أما كيف تمت عملية العروج كيف ما هي الصور الواقعي التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تمت الرؤية فهذا مما لا نملك الكثير من تفاصيله نعم طيب لماذا فضل الله تعالى يوم الجمعة عن سائر لي يعني لوجود بعض الحيثيات الله سبحانه وتعالى يختار هو اختار هذا اليوم وجعل له خصوصية معينة وأرادنا أن نتقرب إليه بصلاة خاصة وهي صلاة الجمعة لها كيفية خاصة تختلف عن سائر الصلوات أي لأنه كمان هون في سؤال عن صلاة الجمعة وأراد للناس أن يجتمعوا في هذه الصلاة ويتطلعوا على أحوال المسلمين أحوال المجتمع أحوال الحياة من خلال خطب الجمعة وما إلى ذلك نعم طيب كمان هون السؤال عن صلاة الجمعة عم بقول أنا ما بعرف صلي صلاة الجمعة وبصلي ظهر وعصر بالبيت هل صلاة صحيحة؟ أساسا إذا بصلي في البيت طبعا بده صلي ظهر وعصر لأن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا جماعة لا تؤدى إلا جماعة فإذا صلى فرادا لا يأتي بصلاة الجمعة لأن الصلاة الجمعة هي عبارة عن خطبتين يأتي بهما الإمام قبل الصلاة ثم ركعتين يأتي بركعتين بعد الصلاة بعد الخطبة ولا تصح إلا جماعة يعني ما بيقدر الإنسان يقول والله أنا اليوم بدي صلي صلاة الجمعة ويصلي ركعتين فقط بعد أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة ولها شروط معينة من حيث عدد المصلين الذين يجتمعون مع الإمام والخطبة قبل الصلاة وما إلى ذلك نعم طيب إذن هون صارت هذه المسألة واضحة أيضا مسألة يقول سمعت مسألة كتب كتاب التحريم حصل عنا كتب كتاب ابني على بنت أخي وكانا صغيران أو صغيرين والآن تزوجت ولكن لم أتذكر أنه حصل طلاق وهذا الأمر كنا لا نعرفهم فماذا عن زواجها وكيف يجب أن نحل المشكلة طبعا إذا كانوا على تقليد سمح سيد فضل الله فعقد التحريم لا أثر له وهو العقد اللي يسمى بين الناس بعقد التحريم وما في عنا شيء شرعا اسمه عقد التحريم وعقد التحليل عنا شيء اسمه عقد عقد قران ولكن في بعض الأوساط لخصوصيات معينة لسيما العلاقات العائلية حتى يستطيع الإنسان أن يدخل ويخرج براحة إلى بعض البيوت ولا يسبب حرج للنساء أو يسبب حرج لنفسه بسبب تعطيه مع نساء البيت فيجري عقد على طفلة صغيرة في البيت بحيث تصبح أمها أو جدتها أو ما إذاك من محارمه حتى يدخل ويخرج بشكل مريح فهذا عند مشهور الفقهاء له أثره فإذا تم هذا العقد تصبح هذه الطفلة زوجة له وهو زوج لها وإذا كان عقدا دائما لا بد من حله بالطلاق وإذا كان عقدا مؤقتا ينتهي بانتهاء مدته أما عند السيد فضل الله لا يعتبر هذا العقد ولا يعتبر أي أثر شرعي لهذا العقد لأنه لا يقصد منه الزواج حقيقة وجدا يعني قصد الزواج ليس مرادا وليس معنيا به ولا ملحوظ في هذا العقد فلا يعتبر له أي أثر شرعي فإذا كانوا على تقليل سمعت السيد فهذا العقد لا أثر له ولا يترتب عليه أي أثر شرعي لكن لو كانوا على غير تقليل سمعت السيد فلا بد أن نتأكد هل أن العقد كان عقدا مؤقتا وبالتالي انتهى بانتهاء مدته وهي حرة بعد انتهاء المدة تستطيع أن تتزوج من تشاء وأما إذا كان عقدا دائما ولم يقع طلاق فهي لا تزال زوجة على ذمة من عقد لها عليه وبالنسبة للزواج الثاني بيصير مشكل فلا بد من التأكد أولا من تقليد هؤلاء الأشخاص هل هم على تقليد السيد فضل الله أو على تقليد فقه آخر ممن يرى تأثير لهذا ومشروعية لهذا العقد وأمثاله ونرى طبيعة العقد الذي وقع هل كان عقدا دائما أو عقدا مؤقتا نعم مسألة أخرى تقول ابنتي أبوها عراقي وهم مقيمين في بلد آخر وتزوجت البنت في البلد المقيمة فيه وليست مسجلة في بلدها الأصلي أنها متزوجة وتوفي أبوها هل يحق لها أن تأخذ من تقاعد تقاعد أبيها في بلده والتقاعد في بلد أبيها يعني للبنت هي مش مسجلة فيه بلغير متزوجة لا مشكل يعني هون وإن كان هي من الناحية القانونية ومن ناحية الرسمية لا تزال على اسم أبيها ولم يسجل أنها تزوجت فبالتالي تستحق قانونا تستحق الراتب التقاعدي ولكن من ناحية شرعية هي واقعة متزوجة فإذا كان الأصل أن هذا الراتب مرهوم بالزواج وعدمه فهي لا يحق لها أن تأخذ هذا وإن كان من حيث السجلات القانونية لها الحق قانونا هون منلفت أنه الفتاة العزباء يحق لها أن تأخذ التقاعد أبيها من كانت لا تزال عزباء فعلا ليست متزوجة فعلا أما من تزوجت وهي عند زوجها المرة تزوجت وطلقت خير إن شاء الله رجعت لعند أبيها أما إذا بعدها متزوجة لا ليس لها أن تأخذ حتى لو هي رسميا مش مسجلة حتى لو كان قانونا مش مسجلة طبعا لأنه أفرضي الآن أنا في شيء مسجل باسم قانونا ولكن هو ليس ملكي فما بحق اللي أتصرف فيه كأني مالك نعم تمام طيب أيضا سؤال ما الأمور التي لا يجب على المطلقة في عدتها أن تفعلها وما الأمور المسموح لها بها يحق للمرأة المطلقة في العدة أن تفعل ما تشاء لا يحرم عليها شيء إلا مسألة الخروج من بيت الزوجية إن لم يعمد الزوج إلى أخراجها قهرا وإجبارا يعني أما إذا هو لم يخرجها فيجب عليها أن تبقى في بيت زوجها وتعيش كأي امرأة لا تزال متزوجة كيف الإمرأة المتزوجة قبل الطلاق تعيش في بيت زوجها فعليها أن تعيش كما كانت تعيش قبل الطلاق هذا إذا كانت الطلاق طلاقا رجعيا وكانت هي في العدة الرجعية أما إذا كانت لا طلاق بائن وعد بائن يعني لا يحق له الرجوع إليها في أثناء العدة بدون عقد فلها الحرية في أن تتصرف بنفسها ما تشاء طب بس هون يعني مسألة الخروج من المنزل هي اللي بدأ تكون الخروج بمعنى للخروج مش أنه تطلع مثلا تقضي غرض وترجع أو تعمل زيارة لحدها وترجع لا أن تسكن في غير بيت زوجها بس هي فيها تتحرك فيها تتحرك مثل لما كانت تتحرك قبل الطلاق كيف كانت تتحرك قبل الطلاق بتتحرك بتبقى على وضعها بحيث أنه إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا لابد أن تبقى في دائرة إمكان الزوج الرجوع إليها واضح هذا هو طب السؤال هل صحيح أن الإنسان يرى ملك الموت قبل موته؟ بعض المرويات تقول ذلك والله العالم يعني ما حدا توفي وخبرنا ولكن بعض الروايات تقول بأن الإنسان ممكن أن يرى ملك الموت وأحيانا يتأثر وبعضهم ينزعج من رؤيته وبعضهم يستبشر والله العالم كلهم بحسبه مسألة أخرى أيضا صليت الجمعة مع الراديو جماعة في البيت لفترة غير قليلة ولم أكن أعلم بعدم جوازها ماذا عن تلك الفترة وحكم الصلاة فيها؟ الصلاة غير صحيحة وعليه إعادتنا صلاة إعادتها ظهر يعني مش جمعة ظهر لأنه مثل ما قلنا صلاة الجمعة حكمت الجماعة وبيكون حاضر في نفس المكان التي تنعقد فيه الصلاة تماما أيضا إذا ممكن شرح بالتفصيل ماذا يفعل المصلي بعد الانتهاء من الصلاة إذا نسي التشهد في الركعة الثانية إذا تأكد أنه لم يتشهد في الركعة الثانية فبعد أن يفرغ إذا تذكر وهو في الصلاة وقبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة فيهدم القيام ويجلس يتشهد ثم يقوم ويتابع صلاته وعليه سجدتيسه بعد أن يتشهد ويسلم وإذا لم يلتفت إلى هذا الأمر إلا بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة أو بعد أن فرغ من صلاته فهنا عليه أن يأتي بعد التشهد والتسليم والخروج من صلاته التي وقع فيها هذا السوق يأتي بالتشهد قضاء يعني بعد ما يسلم خلص صلاة والسلام عليكم ورحمة الله تهينا مباشرة يتشهد قضاء يجيب التشهد قضاء ثم بعد الإتيام بالتشهد قضاء يسجد سجدتيسه نعم صليت المغرب وبدأت بالركعة الأولى من صلاة العشاء فشككت في هذه الأثناء أنني صليت صلاة المغرب ركعتين وسلمت ماذا كان علي أن أفعل في هذه الحالة؟ أنا بالحقيقة صليت ركعة احتياط بعد الانتهاء من صلاة العشاء ولا أدري أن كان عملي صحيحا لا حاجة لصلاة الاحتياط لأنه ما دام شكه كان بعد الفراغ من الصلاة يعني هو يقول أنه فرغ من صلاة المغرب ودخل في صلاة العشاء ثم شكه في أن صلاة المغرب كانت كاملة أو ناقصة فيبني على الصحة ولا شيء عليه تمام طيب أيضا سؤال هل العقد بين الزوج والزوجة؟ تقول الزوجة زوجتك نفسي والزوجة يقول قبلت عن طريق الموبايل لبعد المسافة بينهما صحيحا إذا كان هناك تعارف فيما بينهما وكل منهما يعرف أن الذي يكلمه بالطرف المقابل هو الشخص المعني وهو الشخص المقصود بالزواج لا مانع من ذلك يعني فرضي اليوم اتنين عم يحكوا مع بعضهم على التليفون هو متأكد أن هذه الإنسانة هي المرأة التي يريد الزواج منها ومتأكد منها وهي متأكدة أن هذا الشخص الذي يكلمها ويخاطبها هو الزوج الذي تريد هو الرجل الذي تريد أن تتزوج منه وتم التعاقد بينهما بهذه الطريقة العقد صحيح ولا إشكال فيه المهم أنه يكون فيه يعني ثقة ومتأكدين أنه اللي عم يحكوا مع بعضهم هن نفسهم الشخصين المعنيين مش أنه والله حدا تاني عم يحكي أو مثلا الرجل عم يحكي مع امرأة على أنها فلانة ولكن هي في الواقع فلانة أخرى واضح مشكلة فلابد أن يتأكدا من أن الشخصين المطلوبين هما نفس الشخصين اللي يتكلمها ويتعاقدها ولكن العقد بهذه الصيغة لا أشكال عليه إذا هن عارفين حالهم نعم أخي وابنة خالتي مستحقان للصدقة يقال أن الأقرباء أولى بالمعروف ولكن وضع أخي أفضل نوعا ما لمن أعطي الصدقة يعني طبيعي كان عميس أولوي اتنين مستحقين ولكن فيه واحد أولى من الثاني وهذا ماشي حاله بس يعني هل هو يمكن عميس ألا أنه خيه أنه حتى لو وضعه شوي يعني من قدم الأولى يعني من قدم الأولى مش على نحو الوجوب والإلزام ولكن من ناحية إسلامية إنسانية أخلاقية يعني إذا فيه إنسان قادر يرتب أموره واحد حتى الأكل ما قادر يجيبه لا نفترض لا هذا أولى نعطيه يعني لرفع حاجته أو نوزع الصدقة بينهما ونعطي لأحدهما أكثر شيء من الآخر شوي حتى نوجد شيء من التوازن نعم معنا السؤال من أم ألا من العراق بعد التحيي لألا رجاء تفسير الآية 51-52 من سورة القلم إذا بتحبوا تفتحوا علي كمان وإياكاد للذين إلى الأخير طبعاً نرجع من أكد على مسألات أنه لا نستطيع التواصل بشكل مباشر انتصال هاتفي عبر الواتساب فلو سمحتوا الاتصال يكون على أرقام 01-853-204-205-806 للهاتف الأرضي ورقم الواتساب اللي عم يظهر قدامكم على الشاشة للرسائل النصية حسراً إذن سورة سورة القلم سورة القلم الآية 51-52 ما فيه لا فيه 51 وأيكاد للذين الكفروا ليصدقونك إلى الأخير بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون طبعاً هذه الآية تتحدث عن بعض الذين كانوا يمارسون بعض الأعمال ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحاولوا أن يسخروا ويستهزئوا ويرمقوا النبي ببعض أبصارهم ومنهم من يعتبر أن هذه فيها لها علاقة بمسألة الحساد ومسألة صيبة العين وما إلى ذلك ولكن حسب الظاهر أن المسألة لا تتعلق بهذا وإنما مسألة الاستهزاء والسخرية من جهة الإعابة على النبي ليصدقون ويصدقون بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون كانوا ينعطوا النبي بالجنون وينعطوا النبي بالسحر والكهنة وأؤلاء الله سبحانه وتعالى نبذهم وهجاهم وسخر منهم وأكد أن النبي لا يمكن أن يتأثر ولا ينبغي له أن يتأثر بكل هذه القضايا ونحن اليوم أيضا إذا ما تعرضنا لمثل هذه المواقف علينا أن نترفع عن الخضوع والتأثر بهذه الأمور ولا تنعكس على نفسيتنا وعلى روحيتنا وعلى أطمئناننا لما نحن عليه من عقيدة أو فكرة أو وجهة نظر وما إلى ذلك طب مسألة أيضا أنا بدي ربي شعري حرام أم لا شبي يبدو عم يسأل هو ظاهر هذا الأسبوع الماضي نفس السؤال قلنا أنه من حيث المبدأ لا إشكال في ذلك ولكن أحيانا قد يصبح هذا الإنسان متشبه بالنساء ويصبح يعني مظهره محل إثارة للسخرية أو الاستهزاء أو للتشهير به إنه هذا مخنف أو ما إلى ذلك فلما بدأت توصل الأمر إلى هذا المستوى طبعا هذا فيه إهانة وتحقير ما دون ذلك ما فيه إشكال أما إذا كان ما بيأثره كان المجتمع بشكل طبيعي ينظر إليه عادي ولا يتأثر فلا إشكال من حيث المبدأ وإن كان لا ننصح بهذه المظاهر معنا السؤال هو محل ابتلاء كثر في هذا الزمان وعنجد بحاجة لإجابة دقيقة نحن على تقليد السيد فضل الله وابنتي الآن أصبحت بسن التكليف لا أدري ماذا أفعل نحن نحب أن تكون على تقليد السيد فضل الله يعني هلأ من يرغب بتقليد السيد فضل الله بعد وفاته إذا كان مبتدئ في التقليد فعندهم مخرج شرعي هو الرجوع إلى آية الله الشيخ محمد براهيم الجناتي الذي يقول بجواز تقليد الميت ابتداء أو أي فقيه آخر له نفس الفتوى فإذا كان لهم رغبة والمكلف اللي هو بدأ بالتقليد يبدأ بالتقليد جديد مقتنع بأنه يقلس سماح السيد فهذا هو المخرج الشرعي لأنه ما فينا نقلد المتوفى إلا بعد الرجوع إلى الأحياء إذا كان من الأحياء من يقول بجواز تقليد ابتداء ممكن وهذا رأي الشيخ الجناتي فبإمكانهم يعتمدوا على فتوى الشيخ الجناتي ويقلدوا سماح السيد ابتداء طيب هو هون أنا بدي بس أتوقف قليلا من وين أجت فكرة أنه ما في إمكانية لتقليد الميت ليش هلأ هاي المسألة مرة نتكلم عن التقليد بشكل عام مرة نتكلم بدنا نبحث بحث علمي هلأ بالبحث العلمي قد يقال بأنه هناك مجال لمناقشة كل هذه الشروط وأنه هل يشترط الحي أو يشترط الرجوع إلى الحي لأجل أخذ فتوى بالتقليد أو لا هذا على مستوى البحث مسألة فيها مجال للبحث وقد نتكلم كلاما كثيرا حول هذا الموضوع ولكن اليوم نحن على مستوى الفتوى هذه هي الفتوى الموجودة بين الفقهاء وهذا البرنامج يعني لا يتحمل أن نخوض في البحث العلمي في إثبات صحة هذه الفتوى أو عدم صحتها وإلا المسألة فيها مجال كبير للنقاش معنا اتصال تفضلوا صباحا الخير يا حجي صباحا نوريا سهلا صباحا الخير يا شيخنا يا أهلا وسهلا يا رب العالم يتوكل غمع من أمي يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نوريا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله ودروا البيع ذلك خير لكم تعلمون فإذا قدية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أوله انفضوا إليها وتركوا كقائمة كل ما عند الله خير من الله والتجارة والله خير رزاكين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إجاء نصر الله يا شيخنا إذا شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستبشر هذا النصر قريبا نحن ويكون شكرا جزيلا نعود إلى المسائل مولانا الكريم يقول ما حكم من كان عليه قضاء أيام في شهر رمضان ثم دخل شهر رمضان الثاني ولم يقضيها طبعا من كان عليه قضاء من رمضان السابق ولم يقضي هذه الأيام ولم يكن له عذر في تأخيره فعليه فدية فدية التأخير عن كل يوم أطعام مسكين عليه فدية إذن هذا بشكل واضح تعمل هذا السؤال كمان يعني في بعض الأسئلة واضح أنه ما فيه إلى إجابات ولكن نعرض كل الأسئلة يعني بأمانة على حضرتكم في حديث الكساء يقول إني أشم عندك رائحة طيبة ما هي هذه الرائحة؟ هلأ ما هي هذه الرائحة؟ الله أعلم هذا على فرض صحة الرواية يعني رواية تحديث الكساء أنه لما كان يدخل الإمام الحسن ثم دخل الحسين ثم دخل الإمام علي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الرواية موجود في بيت السيدة الزهراء على سلام الله ومتدثرا بكسائه اليماني فكلما دخل أحد من أفراد الأسرة يقول للسيدة الزهراء عليه السلام إني أشم عندك رائحة طيبة هي رائحة النبي ورائحته طيبة زكية فهلا هذا أما شو هي طبيعة الرائحة طبيعة المسك ما كنا معهم الله أعلم المهم أنها رائحة النبوة هذا هذا أهم مشكلة فهي رائحة النبوة وما أطيب من ذلك من تلك الرائحة طبعا طيب أيضا سؤال هل يجوز للرجل الذهاب إلى جيم مختلط بحجة أن الوقت الذي يذهب فيه لا يوجد نساء أو ممكن فقط اثنتان أو ثلاثة وأنه ليس بالنوع الذي ينظر إلى النساء بل يقوم بغض النظر ما رأي سمحتكم هل هو من حيث المبدأ الآن نحن عم ندخل وعم نمشي بالشوارع ونطلع ونجي وكل اختلاط والأماكن المهم أن لا يقوم بما هو محرم عليه إذا استطاع أن يجتنب ما يحرم فعله من نظر أو ما شابه ذلك فلا إشكال عليه وأن كان لا ننصح بدخول الرجال أو النساء إلى هذه الأماكن المختلطة لأنه لها طبيعة خاصة من حيث اللباس من حيث الحركات من حيث التصرفات التي لا يؤمن على من يدخل إلى مثل هذه الأجواء أن لا يتأثر ولا يقع في المحظور فلذلك يعني وإلا الآن أنا إذا إنسان ماشي بالشارع وفيه يرى أشكاله كل شيء فما مطلوب منه أنه والله يحبس نفسه لأنه بالشارع فيه نساء منهن عاريات تقريبا الآن الشارع هو مضطر يمشي فيه بس النادي المختلط هو بالأصل من حيث المبدأ إذا استطاع الإنسان أن يجتنب الأمور المحرمة ويبتعد عن الأمور المحرمة فلا مانع من الدخول وإن كنا نحذر وبشدة من الدخول إلى هذه الأماكن المختلطة لخصوصية ما يكون فيها من حيث لباس النساء أو الرجال ومن حيث الحركات التي لابد أن يمارسها كل من الرجال أو النساء التي قد يكون بعضها يعني مدعاة للإثارة وما إلى ذلك فمن هنا على الإنسان أن يحذر ويتحفظ ويجتنب هذه الأماكن هون السؤال كمان بنفس السياق سمحت الشيخ يعني عن ما يسمى بالأماكن اللي فيها شبهة بالأساس هو على الأساس دائما يجتنبوا مواضع التهم يعني بس هناك أشخاص بقول لك نحن نقدر نحسن أنفسنا أنظارنا كذا إلى آخره ولكن هي أصل الوجود بهذا المكان في رواية في رواية تذكر أنه كان الإمام الصادق عليه السلام الله يمشي مع أحد أصحابه فكانوا يريدون المرور بزقاق فسمعوا صوت أغاني وأهازيج وما شابه ذلك فأراد الإمام أن يغير طريقه حتى لا يمر بهذا الزقاق فالتفت إليه من معه قال له لما نغير نمضي قال له ما سامع كذا غناء ونساء وكذا أصوات نساء من بعض قال له عادي أنا أمشي ولا أتأثر فاستعاذ به استعاذ الإمام منه بالله سبحانه وتعالى أنه يعني استغب ما قولي أنت إنسان وما بتتأثر يعني هي مشكلة أنه واحد يقول أنا والله واثق من نفسي هو قد يكون الإنسان إلى حد ما يعني عنده شيء من الثقة بالنفس ولكن ما بنعرف الشيطان متى يدخل ومتى يتدخل الشيطان ويوسوس الإنسان فلذلك الأفضل أن يجتنب ويبتعد هلأ إذا فرضا دخل وفعلا منع نفسه من أي فعل حرام ومن أي تصرف حرام ولم يقع في أي محظور خير إن شاء الله وإن كان مثل ما قلت نحذر بشدة من الدخول في مثل هذه الأماكن للرجال وللنساء على حد سواء يعني للمرأة تدخل ولا الرجل يدخل لأنه لا يدري متى نعم وهال المسألة أساسا مع التقدير للمسائل الشرعية أساسا ما فيها راحطهم يعني الواحد كل الوقت بدي يكون مقيد وعامل إحسابه ما راحكون مرتاحة بيضرني عايش إذا عم تحاول تمارس نشاط لحتى تنفس فيه أو تكون مرتاح فلذلك هذا بالعكس على خلاف المصلحة على خلاف الغرض الذي من أجله يدب نعم صحيح تماما أيضا مسألة ما حكم من لا يصوم عمدا بحجة التدخين أو عدم الصبر والله هذا لا يصوم عمدا بحجة التدخين أو والله ما بقدر أترك أو بعض الأمور أنا ما فيني أصبر وكذا فهذا عليه الاستغفار والتوبة لأنه هذه كبيرة من الكبائر اتنين عليه أن يقضي ما فاته تلاتي عليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتاليين بسيطة جدا خلص لأنه يفطر عمدا عمدا افطار عمد يعني هذا عاصي ويرتكب كبيرة من الكبائر مولانا الكريم مسألة عدم الصبر اليوم صارت حجة هيك منتشرة في أكثر من المسألة يعني اليوم نحن على أبواب أشهر شعبان ورمضان يعني صار قريب نعم بعض الأخوات العزيزات مجرد أن تشعر بأنها حامل دغري بتبلش تتصل وتسأل أنا بخاف وأنا كذا وأنا كذا ما أنه نحن بنعرف أمهاتنا وجداتنا وكل النساء كنا يصمنا مع الحمل والرضاعة والعمل أحيانا قد يكون بعض النساء يعملن وبأعمال فيها شيء من المشقة ومع ذلك كنا يصمنا ويحملنا ويرضعنا وما كانوا يتأثروا بس اليوم صار في عنا شغلي أنه ما دام فيه عندي رخصة شرعية ايه خلاص بلاها واحدة عم بتردع بيستسهل الواحد واحدة عم بتردع بتقول أنا والله عندي طفل عم رضعه بدي أفطر لا ما دام فيه عنده قدرة وما في ضرر حقيقي ولا جربت وشعرت بالضرر ما لم تلتمس الضرر ما فيها أنه ما بيصير تفطر تجتني بالمسألة مسبقة والله الدنيا شوب والدنيا صيف وعطش وكذا فهلا أنت تبلش ما هو شي طبيعي صيام فيه شيء من التعب فيه شيء من المشقة والله امتحنن بهذا التعب وامتحنن بهذه المشقة يعني في عبادات الله سبحانه وتعالى جعلها مبنية على التعب والمشقة نعم لكن التعب والمشقة طبيعي مش الذي هو فوق العادة لذلك قال إذا كان التعب والمشقة فوق العادة أعطانا رخصة بالإفطار والتعويض في وقت آخر أما تعب المعتاد هلأ مثلا عادة معظم الناس في الأيام الأولى لشهر رمضان بس يبلشوا بالصيام يعني أحيانا الواحد بس يمرق كم ساعة بداية النهار يبلش يحس بشيء من وجع الرأس أو بعض الوجع بالمعدة أو كذا وهذا شي طبيعي لأنه معودوا خلال السنة عم يأكل بأوقات معينة هلأ غير عادته فشيء طبيعي يشعر بشيء من الألم بس هذا الألم محتمل عادة ولا يؤثر ولا يتسبب بأذن أو ضرر صحي على الإنسان فعلينا أن نتعايش مع هذه الأمور لأن هذا الواجب هذه الفريضة من طبيعتها أن تسبب بعض المتاعب بعض المشاق التي تعتبر هي أمور طبيعية وعادية إذا الإنسان لا يستطيع أن يصبر أمام هذا ولذلك ورد عندنا في تفسير بعض الآيات من قبيل واستعينوا بالصبر والصلاة فسر الصبر بالصوم لأنه فيه شيء من المشقة فيه شيء من مغالبة النفس ومجاهدة النفس لأن النفس تشتهي النفس تميل إلى بعض الأمور إلى بعض الرغبات فأنا بالصيام عم بمنع هذه النفس من تحقيق رغباتها من تحقيق شهواتها في هذه الفترة النهارية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالله سبحانه وتعالى أرادنا أن نعيش هذه المجاهدة وهذه المغالبة مع النفس بالرغم مما تسببه من بعض المتاعب والمشاكل وعلينا أن نصبر أنفسنا ونتحمل لأن هذا يدخل في ضمن الجهاد الأكبر الذي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نعيشه أما دغري أنا أول ما يقوله إجا شهر رمضان ببلش الإنسان يفكر والشيطان يبلش يوسوس لي بكرة بيصير كذا بكرة بيصير معك هيك خلينا نبلش نحن نصوم وقت اللي فعلا الصوم بده يأذيني ساعة لا حول ولا قوة إلا بالله الله جعل لي رخصة أما مش ابتداء بيجي أنا خلاص أنا ما فيني صوم أنا ما بقدر صوم أنا ما بتحمل الصوم وشو هذا الشغلة كذا بيتعبنا واضح سؤال حول النقاب هل هو فرض كمسلمة يعني بعض فقهائنا من السودان بعض فقهائنا كالسيد الخوئي رحمه الله كان يرى على نحو الأحطيات الوجوب أن تغطي المرأة وجهها أمام الرجل أجنبي أما سائر الفقهاء لا سيما السيد فضل الله وكثير من فقهائنا المعاصرين اليوم لا يرون وجوب تغطية الوجه وإنما يجب ستر الرأس وتمام البدن ويجوز كشف الوجه بمقدار ما يجب غسله في الوضوء أزيد من ذلك يجب تغطيته ويجب ستره أما ما كان ضمن حدود ما يجب غسله في الوضوء هذا يجوز لها كشفه ولا يجب عليها تغطيته أما هذا النقاب اللي بيغطي مثلا عند الأنف أو ما شاء ذلك أو اللي بيستر الوجه كله فهذا بحسب فتوى فقهائنا المعاصرين ليس بواجب وإنما إذا المرأة اختارت ذلك فلا بأس نعم أيضا أحمد من مصر يقول بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت خلقت من إيه بالمصر كمان من شو يعني هو الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا مظاهر قدرته وأراد أن يثير فينا التساؤل نعم أن أيها الإنسان انظر إلى نفسك وانظر إلى ما حولك من موجودات وكائنات واسأل واطرع على نفسك هذا السؤال كيف خلقت هذه الأشياء من الذي خلقها من الذي أوجدها نعم كل ذلك من أجل أن يدفع الإنسان للتفكير بخالق الكون وموجد الكون وهل أن هذا الكون بما يحتويه من موجودات ومنها هذه الموجودات التي نتعايش معها ونعيش معها ونتعاطى معها كالسماء إلى السماء كيف رفعت إلى الأرض كيف صطعت إلى الجبال كيف نصبت إلى الإبل كيف خلقت إلى 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 بيقول لي تطلع شوفها هاي كيف هل وجدت من دون موجد هل خلقت من غير خالق أم أن وراء هذا الكون ووراء هذا الخلق ووراء هذا الوجود كله خالق وصانع وموجد قادر عليم حكيم كل ذلك لنهتدي إلى ضرورة وجود خالق لأن البعض يرى أن هذه الأمور وجدت بالصدفة كيف يمكن أن توجد بالصدفة هل هي أوجدت نفسها أم أن هناك واجد لها وموجد لها وخالق لها كل هذا من أجل أن نتفكر ونتدبار نعم واضح ما حكم الذهاب إلى الحفلات وغيرها من الأماكن التي يكون فيها اختلاط نفس الكلام لتكلم وهنا يمكن أن تكون الحرم أشاد نفس السياق واضح ما حكم معصية الأبناء في ترك الصلاة ما عصية الأبناء في ترك الصلاة يعني ما عم بيردوا إليها عم نذكروا هم عم يعصوا الله أول شيء إذا كانوا مكلفين طبعا فهم عم يعصوا الله عم بيخالفوا الله الله يريد منهم أن يصلوا والآباء والأمهات عم بيطلبوا منهم ويأمروهم ويوجهوهم نحو الصلاة هو ما عم يقبل فهو ما عاصي لله سبحانه وتعالى قبل أن يكون عاصيا لأمه وأبيه وهنا على الآباء والأمهات أن يحرصوا حرصا شديدا على توجيه أولادهم منذ الصغر طب ما هون هون مولانا نعم هون هنا ابتلاء خاصة مرحلة المراهقة أن يحاولوا قدر الإمكان توجيههم حتى إذا صاروا في سن التكليف يكونوا مستعدين للالتزام وما نواجه صعوبة معهم هلأ وقت للولد ما بيسمع ونحن عم نعمل كل ما نستطيع وعم نبذل كل ما يمكن أن نبذله من جهد من أجل توجيههم إلى هذه الأمور ويبقى هذا الولد متمردا يبقى عاصيا يبقى معاندا ومكابرا لا يريد أن يلتزم فحينئذن إذا صدق أننا نحن قمنا بما ينبغي أن نقوم به في مجال الأمر بالمعروف والنهي على المنكر فيسقط عنا التكليف ولا مسؤولية علينا أما إذا ثبت أننا قصرنا فطبعا يلحقنا إثم التقصير حينئذن هون كمان هون في مثل هيك وقفة صغيرة مثل ما قالت هي محل ابتلاء ومعاناة لكثير من الأهالي مع أبناء وخاصة بعمر المراهقة أنه الأهل بيكونوا بين شيء وفين بين أنه يتركوا الولاد يأثر بصلاة ويكون مهمل بهذا الإطار وفيما بعده يتراكموا عليه قضاءا وبين أنه يجبروا على الصلاة يعني بمحل معين يحسوا أنه عم يفرضوا عليه فرضا هذه المسألة طبيعي بدنا نفرضه عليها هون شو الأولى الأولى نفرض عليه طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها نعم الله كلفنا بأن نأمر أهلنا أولادنا عيالنا وأيضا علينا تكليف مسألة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر الأمر بالصلاة هو أمر بمعروف والنهي عن تركيه هو نهي عن المنكر لأن تارك الصلاة فاعل للمنكر فيجب علينا أن نفرض عليهم يجب علينا أن نجبرهم على الصلاة بس طبعا الدرجة الأولى أنه نحن نحاول نوصل الفكرة لهم بشكل نحببهم بالعمل بحيث يفعلوا اختيارا ولكن لو فرضنا ما مش الترغيب حولنا بكل الوسائل بكل ما يمكن أن نقدمه لهم بالطريقة الهيينة الليينة فعلنا وبقيوا مصرين فإذا اضطرينا أن نستعمل معهم الضغط والإكراف فينبغي أن نفعل ذلك لسيما إذا علمنا أنه لا سبيل للتأثير إلا هذا الأسلوب فيجب معنا اتصال تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله جمعة مبارك الله يبارك فيكم الله يحفظكم ولأنه في حول آية أنه لا يستوي الأعمى والبصير وآية ثانية يجب يجبر بخاطر من هو ابتوليها بهذا المرأة يعني أنه فقد البصار وضعفه شح البصار يقول لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدود طيب بأي بأي معنى هذا جاء أنه لا تعمل أبصار وفي وفي سياق آخر قال أنه لا يستويان البصير والآعمى ثم قال لا تعمل أبصار أنه نوع من جمر بخاطر منه على كل عال يعني الإضاءة على هذه المسألة وإن كانت واضحها لكن منكم الكلام إن شاء الله خير نافي مش شكرا الثاني في آية بتقول أو كمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هون طبعا دعاة المساواة بين المرأة والرجل وكذا هون كيف كنت وضحه أنه ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بقولي عن المرأة أو في أي سياق خاص أو مورد أنه وهو في الغصام والآن هي في قاضية وهي محامية طبعا أنا أنا لا أدافع عن أنها قاضية لأنه لا أؤمن أنه في الإسلام ليس ليس مشرعا أن تكون المرأة قاضية لأمور الدين يعني يوضحها على كل حال بينوا لنا طيب شكرا وضحة المسألة شكرا جزيلا نعم أول شيء بالنسبة لا يستوي الأعمى ولا البصير هون عدم الاستواء ليس المقصود بالنسبة للأعمى والبصير هو فاقد البصر يعني الكفيف هلأ من ناحية ممكن أن نأخذها بأنه إذا كان إنسان كفيف البصر وإنسان مبصر طبيعي ما رح يكون التعاطي معهم في الأمور التي تحتاج إلى الرؤية البصرية فقد يخطئ هذا الكفيف في بعض القضايا لفقدان حاسة البصر نعم فلا يعامل من حيث المسؤولية كالإنسان المبصر هذا وجه من وجوه التبسير اثنين لا يستوي الأعمى ولا البصير أنه من حيث الأعمى بالمعنى الذي جاء في الآية الثانية أنه لا تعمى الأبصار لما تعمى القلوب التي في الصدور أنه المسألة ليس مسألة فقدان حاسة البصر المسألة فقدان البصيرة فقدان الوعي أنه قد يكون الإنسان مكفوف على مستوى حاسة البصر ولكن عنده وعي عنده بصيرة يستطيع أن يدرك الحقائق يستطيع أن يدرك الأمور على حقيقتها ويستقيم وكم وكم من مبصرين عندهم حاسة البصر ولكنهم قلوبهم عميت عن رؤية الحق وقلوبهم عميت عن رؤية الله وقلوبهم عميت عن رؤية العدل والإنصاف والإنسانية وما إلى ذلك فإذن هون لا يستويان لأن هذا الإنسان الذي أبصر الحق والحقيقة وأبصر الله سبحانه وتعالى وأيقن بوجوده ورأى الله بقلبه وعقله وروحه ووجدانه لابد أن يسلك خطا مستقيما يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وأما الإنسان الذي كان أعمى القلب أعمى البصيرة لم يهتدي إلى نور الحق والحقيقة ولم يستطع أن يرى الله ويشعر بعظمة الله ويرى أعظمة خلق الله سبحانه وتعالى فلابد أن يهوي إلى الحضيد ويكون من أهل العذاب فلا يستويان نعم واضح المسألة الثانية المسألة الثانية طبيعية أما ما قاله جناب الأخ أنه لا يرى أنه للمرأة أن تتصدى لمنصب القضاء لأنه في الإسلام لا هذه مسألة محل إشكال ومحل نقاش وجدل بين العلماء هل أن للمرأة أن تتصدى لبعض المناصب أو لا منها منصب القضاء منصب المرجعية يعني أن تكون مرجع تقليد أو كذا فهذه المسألة إذا كان لها ربط مسألة القضاء لها ربط في مسألة العلم أن يكون عالما بأمور القضاء ومسألة العدالة أن يكون عادلا فإذا استطاعت المرأة أن تكون عالمة بأمور القضاء وأحكام القضاء وفصل الخصوم بين المتداعيين وكانت تمتلك صفة العدالة والإنصاف وأنها لا تنحاز ولا تحيد ولا شيء وعندها من التقوى ما يمنعها من الوقوع في هذه الأمور فقد يقول البعض أنه لا مانع أن تتصدى لمنصب القضاء ومنصب الإفتاء ومنصب المرجعية وما إلى ذلك فهذه المسألة أيضا من مسائل الجدلية بين فقهاء المسلمين في هذا العصر معنا مسألتين من الأنسر قبل ختام الحلقة ما حكم المرأة التي ترى الحيض أكثر من خمسة أيام بعد سن الخمسين ما قال بعد انقطاع الدورة أو سن اليأس قال سن الخمسين هو بعد سن الخمسين هلالية يعني سن الخمسين هلالية اللي هي حوالي 48 وبضعة أشهر ميلادية فإذا كانت تقلد سماحة السيد فضل الله فهي دخلت في سن اليأس وكل ما تراه من الدم يعتبر استحاضة ولكن السيد فضل الله رضو الله تعالى عليه بالنسبة لمن يقلده من النساء إذا وصلنا إلى هذه السن وبقينا يرينا الدم كما كنا قبل ذلك وكان يشكل لهن حرج ومشقة بالالتزام بأحكام الاستحاضة لا سيما إذا كانت استحاضة كثيرة يلزم أن تغتسل لكل وقت صلاة فهذا يدخلها في الحرج فيمكن هنا أن تبعد في هذه المسألة وتقلد مشتهد آخر يرى أن الحايد يستمر إلى سن الستين كما هو رأي سماحة السيد السستاني حفظه الله مسألة أخيرة بخصوص النذر بالنسبة للزوجة إذا نذرت نذرا من غير إذن زوجها ولو كان النذر غير منافيا لحقه مثل دفع مبلغ من المال أو ختم القرآن ما هو رأي سيد فضل الله لا حق للزوج أن يتدخل في نذر زوجته ما لم يكن منافيا لحقه نعم واضح شكرا جزيلا من أسوات الشيخ زيار القصان يعطيكم ألف عافية وعلى بارك فيكم أشكرا لكم في الختام مشاهدنا ومستمعين إلى اللقاء شكرا للمشاهدة